اهلا بكم منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا قبل عام وتبدي كيب ومع الحلفاء الغربيون مخاوف من احتمالية مشاركة بيلاروسيا احد اكثر الحلفاء ولاء لموسكو كلاعب رئيسيا في هذه الحرب مخاوف ازدادت مؤخرا ما اعلان الرئيس الروسي بلاديمير بوتن نشر بلاده اسلحة ناوية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة لتكون المرة الاولى منذ منتصف التسعينات التي تنشر فيها موسكو مثل هذه الاسلحة خارج اراضيها تطور يطرح تساؤلات حول الدور الذي قد تلعبه بيلاروسيا في الحرب التي دخلت شهرها الرابع عشر والتحالف الذي يجمع بين موسكو ومينسك الموقع الجيوسياسي لبيلاروسيا يجعل منها نظريا حليفة للغرب فهي دولة حبيسة تقع على حدود ثلاث دول اعضاء في حلف النيتو هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا فيما تشترك مع اوكرانيا في حدود يبلغ طولها نحو الف كيلومتر غير ان واقع السياسي مغير فبيلاروسيا التي كانت يوما احدى دول الاتحاد السوفيتي ظلت تخضع لنفوذ روسي كبير حتى ان رئيسها الكساندر لوكيشينكو الذي يحكم بلاده منذ ثلاثين عاما ولم يعترف الغرب باعادة انتخابه رئيسا عام 2020 يعتمد على موسكو عسكريا وسياسيا واقتصاديا في حكمه للبلاد ومع بداية العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2022 برز التحالف بين موسكو ومينسك حينما لم يتردد لوكيشينكو في اعلان دعمه لموسكو بل سمح لقوات روسية بمهاجمة جارته اوكرانيا انطلاقا من اراضي بلاده عززت موسكو وحليفتها المقربة منسك قواتهم العسكرية المشتركة في بلا روسيا من خلال زيادة وطيرة المناورات والتدريبات التكتيكية وكان اخرها في شهر يناير الماضي شكلت تلك المناورات جزءا من تحرك دفع اوكرانيا الى التحذير من ان الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قد يحاول استخدام بلا روسيا لشن عملية برية جديدة على اوكرانيا من جهة الشمال وبينما تعتبر اوكرانيا والدول الغربية بلا روسيا طرفا في النزاع في وقت تشير تقارير الى منح منسك الجيش الروسي امكانية استخدام اراضيها وبنيتها التحتية العسكرية تنفي السلطات في بلا روسيا ارسال قواتها الى ميادين المعارك في الاراضي الاوكرانية لكن على الرغم من ذلك ترقب الدول الغربية عن كثب تنامي الانشطة العسكرية المشتركة لروسيا وبيلا روسيا لسيما بعدما وقع الجانبان اتفاقا يقضي بانشاء فضاء دفاعي واحد يتضمن تدريبات الطيران التكتيكية تعاون عسكري متصاعد اذا بين موسكو ومنسك ومنورات متكررة تطرح تساؤلات وتثير مخاوف حول احتمالية ان تتحول بلا روسيا لتصبح طرفا في الصراع الروسي الاوكراني الذي يوما بعد يوم يتنامى دون توقف